أظهر استطلاع أشره موقفون أرينا على عدد كبير من محبي الجوالات المترفة أن LG G2 هو في طليعة الهواتف التي يترقبونها حاليا G2 هو فعلا هاتف مداجج بالمواصفات لكن أي استحق كل هذا الترقب لقد أملت أسبوعا كاملا أستكشف G2 وعدت لكم مع هذا التشريح الكامل بالإضافة إلى كفة مميزاته وحركاته على طريقة T3 المتادة فتابعوني حتى النهاية وكوينوا حكمكم الخاص من حيث المواصفات على الورق لم تترك LG خانة إلا وملأتها بأفضل ما في التقنية اليوم المعالج هو أقوى معالج حالي أي Snapdragon 800 بسرعة 2.26 جيجا هيرتز بطاقة الرسومات هي Adreno 330 والأسرع على أندرويد حاليا هناك 2 جيجا بايت من ذاكرة رام وشاشة IPS خلابة بدقة Full HD وقياس 5.2 إنش مع حواف فائقة النحافة البطارية المبتكرة تدوم يوماً أو أكثر وهناك نظام اتصالات 4G الكاميرا هي بدقة 13 ميجا بيكسل مع نظام منع اهتزاز بصري ونظام الصوتي هو الأفضل في تاريخ الجوالات أضف إلى ذلك إمكانية تصوير الفيديو بالعرض البطيء ووجود ثلاث ميكروفونات لعزل الأصوات كما ترون انقطع من فم الهواء ولم تنفذ مواصفات G2 بعد إذن مواصفات هذا الجوال جبارة فهل يحقق كل ما يعد به؟ من الخارج G2 مصنوع من مادة البوليكاربونات الصلبة قد لا يكون من المعدن لكنه مصنوع بجودة عالية جداً ويوحي بالصلابة والمتانة وحدة الاختبار التي حصلنا عليها من LG أتت مزودة بكافر خارجي للحماية إن زعناه يتبين لنا أن G2 ليس مختلفاً جداً عن باقي الجوالات التي اعتدنها في الأولى الأخيرة لكنها أطرافها أكثر استدارة وبما في ذلك الجهة الخلفية وهذا الاستدارة تجعله مريحاً عند الحمل بين اليدين أضف إلى ذلك أن جيتو خال من الأزرار من الجهة الأمامية ومن الجهتين اليمنى واليسرى وهذا الأمر يعطيه سحراً خاصاً وبساطة مرغوبة مقارنة بأقرب منافسيه، الجالكسي S4 نجد أن جيتو هو بنفس الحجم تقريباً والمقاسات إلا أن شاشته أكبر بشكل ملحوظ وذلك لأن LG استغلت جيداً نحافة حواف الشاشة الجديدة ابتكار جيتو الأساسي بحسب LG هو نقل كافة الأزرار إلى الجهة الخلفية وقد قدمتها لأنها ميزته الأساسية في الواقع رأينا مختلف بعض الشيء ففي بادي الأمر لم نعتد كثيراً الوضعية الجديدة للأصابع لكن بعد يومين أصبح الأمر أسهل وبدأنا نقدر سهولة التقاط الصور الذاتية أو الصور مع الأصدقاء من الأمام ويمكنك بكبسة مطولة على زر رفع أو تخفيض الصوت الولوج بسرعة لتطبيق الكاميرا أو تطبيق كويك نوت لتدوين الملاحظات لكن أبرز ميزة في جيتو برأينا هي نوك آن لإطفاء أو تشغيل الجهاز بواسطة نقرتين الفكرة خطرت لـ LG بحسبها من مراقبة كيفية إيقاظ الأهل لأولادهم لابد أن الكوريين غريبين جداً في التعامل مع أولادهم هذه الميزة عملية جداً ونتمنى لو نراها على جميع الجوالات هذا الأمر يودي بنا إلى الحديث عن شاشة جيتو وهي من أجمل الشاشات التي اختبرناها يوماً LG استخدمت موصلين لمستشعر لمس بدل موصل واحد أرامل الذي سمح لها بتنحيف الحوافر درج غير معقولة وبالاستفادة إلى أقصى حد من المساحة المطروحة أمام الشاشة أضف إلى ذلك أن LG استخدمت شاشة IPS بلس بدقة Full HD بدل شاشة AMOLED هذا يعطي نصوصاً ثاقبة للغاية وصوراً ممتازة وألوراً طبيعية الشاشتين الوحيدتين القادرتين على منافسة شاشة جيتو هما شاشة iPhone 5 وشاشة HTC One وكما ذكرنا سابقاً فقد تمكن مهندس LG بذكاء من حشب بطارية سعة 3000 ميلي أمبير في هذا الهيكل النحيف هذا يسمح بصمود البطارية يوماً كاملاً براحة تامة أو حتى أكثر من يوم مع الاستخدام المتوسط أو الخفيف كاميرا جيتو بدقة 13 ميجابيكسل هي ممتازة لكن فيها ميزة إضافية تستحق التوقف عندها نظام OIS أو منع الاهتزازات أو التثبيت البصري للصورة يسمح بتحريك الكاميرا داخل حجتها بشكل يمنع تأثير الاهتزازات على الصورة النتيجة هي صور أكثر ثقوباً وحتى يسمح بفتح المسرع مدة أطول في الإنارة الخافتة لكي نحصل على صور واضحة في الليل حتى من دون استخدام الفلاش كاميرا جيتو مزودة بتسع نقاط أوتوفوكس أو تركيز أوتوماتيكي للبؤرة هذا يعني أن الكاميرا تعرف بالضبط أين ستركز البؤرة لكي تكون الصور واضحة أكثر وفي النهاية ميزة أوديو زوم تستخدم الميكروفونات الثلاثة على جيتو لكي تقوي الصوت من جهة معينة عندما تقوم بعمل زوم خلال تصوير الفيديو تركز على مصدر الصوت وليس على الضجة المحيطة كان هذا عرض لمميزات الهاردوير الموجودة على جيتو لكنه مليء أيضا بالمميزات البرمجية أو السوفتوير التي علينا أن نتكلم عنها أعطى والد ابن هاتفه ليلعب به فتفاجأ في اليوم التالي أن الولد اشترى سيارة من على إي بي جاست مود أو نسق الضيف هو ممتاز عندما لا تريد مشاركة كل ما في داخل جهازك مع شخص آخر أو مع ضيف غريب يمكنك التحديد نمط ولوج تدخل إلى حسابك ونمط ولوج آخر لكي تدخل إلى الحساب المحدود ميزة تاكسلينك تريحك من القص والإلصاق بين البرامج هنا مثلا وصلتني رسالة نصية فيها دعوة إلى موعد سأضغط على النص فيفتح جيتو تلقائهم برنامج الرزنامة ويضيف موعدا جديدا مع الزمان والمكان المحددين فيها أما ميزة سلايد أسايد فتسمح لك باستخدام حركة من ثلاث أصابع لكي تنتقل بين عدد بين البرامج لكننا بصراحة معتدين على مختصر المالتي تاسكين في الأندرويد أما كويك ريموت فتستغل مرسل الأشعة تحت الحمراء في جيتو لكي يعمل الجهاز كريموت كونترول لكل أجهزاتك المنزلية البرنامج ضم لائحة لا تنتهي من الأجهزة المحفظة مسبقا ومن ضمنها الأجهزة الصينية والمغمورة لكن حتى إن لم تجد جهازك ضمن اللائحة يمكنك تحفيظ الأوامر مستخدماً الريموت الأصلي بهذا يمكنك التحكم بكافة أجهزاتك من مكان واحد مركزي فويسميت هو مساعد صوتي رقمي مثل سيري على الآيفون واسفويس على أجهزة جالكسي ومثلهما ليس نافعاً كثيراً لكان في السابق برنامج كويك ميمو الذي تضمنه LG على معظم أجهزتها وهو برنامج التدوين والقصاصات والملاحظات هناك خصائص وحركات إضافية في جيتو سنذكر بعضاً منها كليب تري وكابتشر بلاس تعملاً من داخل متصفح LG كليب تري تسمح لك بحفظ عدد من الروابط أو اللينكس من مكان واحد مركزي فيما كابتشر بلاس تسمح لك بعمل سنابشات أو أخذ صورة عن موقع أو صفحة ويب من دون حاجة إلى التدرش عند إغلاق الكوفر الأصلي لجيتو تعمل ميزة كويك ميندو وهي نافذة صغيرة تبقى مضاءة لإعلامك بالاختارات والتنبيهات كما يمكنك تخصيصها لعرض الوقت أو الطاقس أو الأغنية الشغالة حالياً بعد إمضاعي أسبوعاً كاملاً مع جيتو يمكنني القول وبثقة أنه في طليعة أجهزة أندرويد الموجودة في السوق حالياً من ناحية أخرى بين نكسس 4 و جيتو و نكسس 5 الذي سيكون مرتكزاً على جيتو أنا سعيد جداً لأن LG عادت إلى الإبداع وإلى المنافسة بقوة أنا معكم سايمون من تي 3 الشرق الأوسط أراكم في اختبار جديد عما قريب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر